كان منزعجا من الشرطي يعني كان معروف أن الشاه هو شرطي الغرب في المنطقة نحن نفتخر نفتخر دائما سنفتخر بهذا كنا الشرطي والجندار الخليج الفارس نفتخر بهذا هذا كان قوتنا هذا كان جيد في أمام كان مشاكل جيش الإيراني دخل وركز لمشكلة الملك وفي بلاد الأخرى عندما عندك قوة هذا نفتخر بهذا نحن كنا شرط في خليج الفارس نفتخر بهذا هذا كان افتخرنا سيادة سلام مسافة ولكن عندما كل البلاد العالم دون سيادة رئيس أغفر الصادت رجل الوفا ورجل التاريخ وفرعون الجديد فرعون نحن نحترم كل الفرائنة نحترم لأن الفرائنة هم ملوك ملوك الحضارة والثغافة نحن نحترم تاغوت تاغوت ملوك الاتيوپي ملوك الحبشة مش شيطان بلا الحبشية جا من حبشة وقال تاغوت تاغوت كان جيد كانن ملوك الفرائنة كانوا جيد شوفوا ماذا تركوا في مصر ولذلك انظر الصادات فرعون كبير نحترمه لماذا كل العالم رفضه لأن كل العالم سيادة سلام لماذا رفضه استقبال الشعه لماذا لأن كل العالم كان يوقع سقوط الشعه لإيران من أجل بيترو لماذا لأن الشعه كان أدو للثورة والثور الإسلامي كان أدو له فخميني كان يقول أن الشعه يجب أن يرجع إلى إيران أو يجب أن تقتله والشحبان كتب زوجة الشعه شتب في كتابه شتب إنما كنا في الطائرة بحض القاهرة وشعه مريض أنا شعرت وأنهم يريدون أن يقتل الشعه بالطائرة طيب الطائرة وأتبعت به سيادة سلام مسافر أقول لك شيئا سيادة سلام مسافر أنتم تعرفون قصة قوادلوب المؤتمر قوادلوب في مؤتمر قوادلوب كل الزعماء العالم قرروا بأن الشعه مسقط والخميني بأخذ مهله فلذلك كل الآلم كنوا متهدين نعم ولكن يعني للسقوط والقتل الشعه بفرض لم يبق الكثير على وقت البرنامج بفرض أننا أخذنا بهذه النظرية إيران بعد سقوط الشعه التي كانت كما تقولون جندرمة شرطي الخليج وكانت هي التي تضبط الإيقاع بعد ذلك نفلت حبل الأمن وأصبحت منطقة الخليج تشكل أحد مصادر الخطر الرئيسة على المصالح الغربية والأميركية في المنطقة هذا ليس صحيح؟ لا أستاذ صلاة مصافر لما عندنا وقت كثير أقول لك شيء الثورة الإسلامية خدمة خدمة أمريكا وغرب وإسرائيل أكثر من أي قوة اليوم نحن جالسون هنا ما في أي بلد ضد الإسرائيل حتى السعود يشتغل مع الإسرائيل هذا من باركة ثورة الإسلام الرئيس سوفيتي الرئيس غورباشوف قال بأن الثورة الإسلامية وهو أيضا أعطى لنا أسماء قال خدمة الأمبريالية الدولية من أجل باء الأسلحة والهروب للآخر نحن يجب أن نرى دائما ما وراء خبر لأن كل ما نرى ونسمع سينما وفن لكن أصل القضية أصل القضية من قبل استخبارات العالمية مخفية لا نشوف لا نسمع فلذلك إذا كلنا الصحافي مثل أستاذ صلاة مسافر يخرج كروت يخرج أنباء وأخبار خفية بإمكاننا أن نعتي الأخبار جديدة يعني في هذه الحالة التهديدات تهديدات ترامب المتصاعدة ضد جمهورية إيران الإسلامية هل تدخل أيضا في هذا في إطار التعمية على الأهداف الحقيقية للا أميران؟ كلام باهي طبعا كل هذا كلام باهي يعني أميريكا بدوا نظام الإسلامي في إيران بدوا لأن بختم السيادة السلام مسافر أنا أسمى الأخبار العالم بخمسة لغات نعم عندما أنا أسمى سيد ألي خامني يقول ويحكي عن مدم هيلاري كلينتون و ترامب في زمن انتخابات ويحكي جيد لترامب ويحكي سي لهيلاري كلينتون هو يأتي فرصة لترامب و هو الذي كان يريد أن يكسر هذه الاتفاق دولية خامنه قبل قبل سيد ترامب يكون رئيس للجمهور الأميريكي سيادة ألي خامنه قام ضد الاتفاق والآن هو يخرج من سوريا أميريكا نعم يخرج من إراق يخرج من أفغانستان أقول من يربح من يربح كما قال بن يمين يتنيهو عندما يخرج أميريكا إيران يدخل ويبقى سيادة سلام مسافر فلذلك في اتفاقيات إذا نحن كنا نطلق هذا صعب الاقتصاد الدولي أقول لكم شيء مصيط جدا باختصار شديد جنرال هايزر كان يأتي إلى إيران في زمن الثورة منذ أربعين سنة كانوا يقول بأن هايزر جاء إلى إيران ما هو هايزر هايزر جنرال أميريكي مستشار جيمي كارتر جيمي كارتر بعثه من ألمانيا إلى إيران أربعين سنة كانوا يقول بأن هايزر جاء إلى إيران في زمن الثورة ليعمل إنقلاب ضد الثورة الإسلامية حتى سيد خامنين قال هذا مرات اليوم أنا أحكي معكم في وثائق أمريكي خرج ما بإمكانكم أن تشوف في كل هذه الوثائق مكتوب بأن محمد هايزر كان ضد ما يقول هايزر كان أن يحكي مع جنرالات إيراني لا يعمل الإنقلاب وهذا أنا كنت أكتب 20 سنة لأن جنرالات إيراني هون قالوا لي نعم إذن شكرا جزيلا لكم على هذه الإضاءات في الحلقة القادمة معكم سنتناول الصندوق الأسود للأسرة الشهنشاهية التي تقطعت بها السبل بعد مغادرتها إيران في عواصم الغرب وفي الولايات المتحدة وقسم منها توفي في ظروف غامضة شكرا لكم الأستاذ الدكتور دابيد ولكم أعزائي المشاهدين أطلب التحيات وانتظرونا في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر